اجي احكي العمقه واجي يا حبوب يا غشم ايه يا فوعب بزن بصوك انتها الحبوب يا خفزنا حقيقة اللي اخينا عمي مساء الخير انا ممكن هستحمل اي نوع من البشر ما مساء الخير انا ممكن هستحمل بعض انواع البشر مساء الخير من كام يوم كنت في السينما فيلم اوبنهايمر دخلت عشان نقيتش تزاكر لأيال حبيبة عارف انت لازم تقعد تريت الفيلم يعني الساونتراك 8 من 10 يعني هو كريستفر نولان قاد مستني انت ماذا بجي قرأت ضغافه مستني يعرف مروانتراك المهم دخلت فيلم اوبنهايمر طبعا فيلم لطيف ورائع وكريستفر نولان جامد والناس بتمشي بالعكس وكل حاجة يعني في حاجتين شدوني في الموضوع اول حاجة انا باكل فشار شيتوس بحب اقوي بحب اجيب الفشار يبقى كله فشار شيتوس وتحت فيه شوية كرامل كده لهم في اخر اليوم معهم مشروب خلاص انا مش عايز حاجة من الدوني انا مش فاكر مش فاكر معاك من الفيلم اصي انا في العادي بجيب الفشار ده بدوني جلافز دي حاجة من الحاجات اللي انا فكرت فيها طيب بطلوا ايدوا الجلافز ده ليه علشان بيبيع وايبس فانا عادت افاوض الراجل زي اما الاهلي وريدا سليم كده يعني عادت اقول له طب انا ممكن اشتري الوايبس وتبقى اختتكو الشرية نجحت في المقابل تديني الجلافز قالي لا قالي من فوق هو ايه اللي فوق؟ ما عرفش هو قالي الكلام ده جاي من فوق اه او اوكي مش عارف بقى مش عارف ده ده مصدره ايه يعني خلصت الفيلم وكلت في شارب الشيدوس وإيه دي ريحيت عاملة زي ريحة شراب سيد معوض اما كان بلعف الاسماعيلي مش في الاهلي يعني كان مجوده اعلى لو حاد مضاك السيد معوض في الاسماعيلي كان بتحرك دايما المهم الحاجة التانية انا خدت بالي منها ان هم عاملين فيلم كامل بيحكي عن عالم جليل طبعا مختلع الزرة كده اهم للمجتمع مني بكتير بس بيحكي عن واحد عامل كنبلة زرية كنبلة زرية ترمت على الشعب تشرف بقى امه يعني غير الناس اللي ماتت يعني مات ساعتها تلتمية الف واحد غير الاجنة اللي تشوهت غير ان هم بقوا مغراب شعب ياباني غريب خلي بالك تلاقي عندهم افلام سيكس كارتون وفيها اخ طبوت بقى شعب غريب بعد الموضوع ده الراجل اللي تشعب ده كله بقى جابت لك فيلم بيحكي لك عن معاناته ان هو بقى ان هو جد هنا اعمل كنبلة شعب فوض اتبقى فعادت افكر الامريكان دول سيلف سنتر ده لو حاد شاف فيلم امريكان سنايفر برضو كان بيحكي عن واحد برضو من كتر مقتها الناس الدايق بين الحاجة كده هم مش شايفين غير نفسهم وده خلينا افكر بس انا كان التفكير الاساسي في موضوع الشيتوس والشراب ساعت معه وليه بطلو يبيعوه يدون الجلافزات طب ما بيقوها مثلا وعاد تقنع الراجل ساعته اقوله يعني بيقوله ان حاجة ليه علاقة بالبادجت الجلاف تولي احب قلب الجلاف ده بباريزة يعني تولي لو باريزة انت هتضربها اصلا على الخلوخامة مش تبقى خايف عليك تولي موضوع الجلاف بباريزة او بربع جنيه هتديك خمسين جنيه تديني الجلاف ايه دي واسخة ايه دي عدة اخرى فده خلينا افكر مين في حياتنا ناس سيلف سنترد بالشكل ده اولا الحلقة دي هيبقى ليها اكتر من جزء عشان حاس ان فيه ناس كتير قوي احنا بنقابلهم كده الناس دي بدييني عارف المثل بتاع صاحب مقرس لانا قلته مسبقا لانا صاحب مقرس ومعملش فولو الواحد من الناس دي حتى مش ولقى صاحبو معملوش فولو ما يبقاش عندي الناس دي فاكرة ان فيش حد عايش في الدنيا غيرهم هم ميحور الكون وعمود سواء ايجابية او سلبية يعني حتى الكره يحسك ان هو كل الناس كرهية وكل الناس جاية عليه كل الناس بتحسده وبتاع مش عارف ايه كل الناس بتحبه برضو يعني انت فاهم عائلة شاقي ونازي الحاجة بالنسبة لهم مختلفة يعني الازمة الاقتصادية بالنسبة لما انت تيجي تقول الدنيا لا الوضع انا بالنسبة ل الوضع بايزة طب ليه ما احنا كلنا بنتبك ليه انت بتتبك مختلفة يعني عن الله يجي مثلا يقول لك انا ما ينفعش يجيلي كورونا انا ما ينفعش يجيلي كورونا طب موابع عالمي ما ما ينفعش يجيلي حد انت فاهم يا جعام ما ينفعش انا ابويا عجوز جدا ما ينفعش يجيلي كورونا طب استقلت زيار احجيب ابويا من تبنيل السباحة ابويا برضو مش بطاقية واسمه يازم ابويا برضو عجوز مؤب ابويا مش ديزي توسكني يعني ابويا راجل اكيد كبير منه قب يعني ولازم يزود قطعة يعني لو الناس كلها لابسة كممات هو لابس درع انت فاهم لو الناس كلها لابسة هو لابس فوق البنطلون والناس دي ملهاش كبير وما بتتعزش يعني حتى الموت اللي الناس كلها بتتعز منه الناس اللي بتتعزش من الموت حد توفى ماشي ممكن يكون حد هو يعرفه من بعيد ستوب ارجو اللي اهتمام كله يبقى علي يا جماعة سئنسوا الراجل ما تدعولوش ما توقفوش مع اهله انا انا متضايق قوي انا متضايق قوي مش مصدقيني؟ مش مصدقيني ها؟ سكرينشوت اخر محادسة بيني وبينه مش مصدق انا متبحاشني يا صاحبي وتليجي تبص على السكرينشوت دي تلاقيه ايه مثلا برودكاست تملك وحديتك بقارية سيفيو شليه سابع على البحر بكل التسهيلات هو راجل بيحب برودكاست الناس كلها تصدف نيجات لابن العهده فهيحلب الراجل بيها تلاقيه قتليه منزل صورة انا مش صدق انا مش عافحيش ازاي من غيرك وصورة عارف الصورة ما بكسل ما فيه خمسة وتلاتين واحد في الصورة يعني الصورة ما اتخذها من جوجل مابس اصلا كان ناس كتير نيجا وقفين انت فهيم هو صورة ما بكسلها نيجا يزاومها وعط عليها شريطة سودا يعني حتى الموت مش عايزين يسيبوا يعني يسيبوا الفرصة انها نهتم يعني هم بياخدوا الاتنشن من شخص ميت اصلا انت فهيم هو محتاج الاتنشن لا مش محتاج الاتنشن برضه محتاج الدعوة والله ارحمه والناس دي برضه اللي هو بنزل صورة سودا البقاءة لله مين مات يا ابن الملك مين طيب طب عايزين نتصرف عايزين نغسر عايزين ندفل مفيش طب طب نعمل ايه نقول اي حاجة بقاءة لله طب ما تفهمنا بعد كده تبراحتك او او تلاقيهم عارف الناس دي اللي هي بنزل الصورة او يكتب حاجة اوف سوشال ميديا اه وبعدين ايه اللي هيحسن او لو عايز بقاءة يعمل يقولك او يحط بقاءة بكشرة سودا خلاص كده نسوني اولاد الملكة كده كل بلادفورمز مارك زوكر بيرج بقى ايه ايلون ماسك عبدالله توركي كل الناس المسؤولة عن السوشال ميديا دول تنساني انا اوف سوشال ميديا خلاص الفترة دي حد عايزني بقاءة يكلمني على الواتساب لك هلأ ابعتلو ايميل لي ابن الملكة كده مش فرق معيه الناس اللي بتعيط في فيديوهات يعني اللي بيتل هيحكي مشكلة وفي المشكلة بيعيط الهيات شعور طبيعي جدا انا بيعيط وحضرك بتعيط بقى بيعيط بس هو عشان سامج عياته بقى تقيل شوية نزل عارف انت بس انا دلوقتي بعيط انا بقى اعمل في فيديو بالكامل يعني مش بعيط مع مونة الشازلي بعيط عادي لوحدي فالفيديو شغال انا افتكرت ان انا بعيط فابدو سبوز بعيط بقى كامل في فيديو يعني هوريكو ديمونستوريشن لطيف انا كان عندي واحد صاحبي قريب مني جدا اتوفى قريب كنت بقاعد بفتح صورنا مانا وهو وكده فتأثرت شوية وبعد كده فتح تستوري العمر الرادي شايفين الموضوع سهل ازاي؟ قلت حاجة مدقاني قوي بتتعايط الفيديو وقف خلاص وعرف الناس دي برضو مين؟ اللي هو بيبقى فيه خناءة مثلا اتنين بيتخنقوا بضراوه بعض واحد اللي قايف بيصرخ اقدرهون يا كدحان ليه؟ انت مين؟ ونقدرك ازاي يعني هاتلي يا ابني وثام النيل ادي ادي الكم وثام النيل يعني اعمل له تمثال في نحية هنقدره ازاي اكتر من كده يعني هات وزيرة الثقافة تستضيفه بيعمل نفسه مغمى عليها ودي اغرب حاجة شتا في حياتي جامدة دي؟ بيغمى عليهم؟ البنات لا انا البنات بيغمى عليها انا برضو مش فاهم ليه برضو يعني انت فاكر عندنا في الجامعة في وقت التسليمات ووقت الامتحانات الجو كارت كان دايما بتكون ماشية بس دول بيغمى عليهم عشان مضغوطين اوان كان الوقت ده كان بيغمى عليها عشان يجاب التنشن البنات انت فاهموا دي كانت اغرب حاجة شتا في حياتي ان هو الواحد كان بيبقى ساعان وحلماتها تقع من الساعة بيبقى لابس شرت نصكم عشان ما البنت تسأله انت بردان يقول لا لا فيبان ان هو انت بيغمى عليك ليه؟ المغري او المشعل جنسيا في جثة او في شخص مغمى عليه الا لو هي عندها نيكروفيليا او حاجة نيكروفيليا ده هو الناس اللي بتحب تمارس الجنس مع جثة انا عندي واحد في الجامعة بيعمل كده بيغمى عليك بيغمى عليك في نص الحلي الدهب يا ريوش بس طريق ده بيخريك يغمى عليك انا مكنت بيغمى عليك في حد الود ده بيغمى عليك كتير اول لغاية لما طيب الزكر صديق عزيز عليك قرر ان هو احنا هنكشفه كان قدامنا طرق كتير نكشفه بيها هو اختار ايه؟ ولاح في صباحه ايه؟ فالود طبعا تصرخ فأفشناه ما عندش اعتراب بصراحة لطريقة التنفيذ كالطريقة التنفيذ ممتازة بفوجة نظري انا عندي سؤال هو لو حد مغمى عليه قربي وحد ولاح في صباحه لا ايه ده صديد ايه؟ ايه الله ايه الله مش يغيبوا بحاجة وغمى عليك حاجة اسط само عليك دي انت بش حاسس انت في قط حساس ينفع انه ولع في حد اصباح احد سؤال الحلقة اعمل مفيش انا بهتلى لا نعم احسن عندي بلوجرز بتفرجوا عليك يعني لو انت بلوجر لا اهتلي واحد اهتلي شامعون صاحبك اجل يحكي العمقه واجه يا حبوب يا غشم اهي اه فوعب بظن بوص وكنت على الحبوب يا خفزنا حقيقة اعرف برضو من من عائلة اللي فاكرة ان العالم بيدور حقاليها اعرف العائلة شغيرة في كل سنتر غنبي فهو عشان هو شغيرة في كل سنتر اغنبي وفيه اوتسورسينج فابق اسمه حاجة قفل لكل سنتر يعني بيولو هي اي اي ام جاك مثلا او اي ام ديف فبيعيش ان هو جاك فابق اسمه على فيسبوك جاك وبيصحى جاك يفطر جاك يتعشى جاك اللي عادة بتستفزني قوي عندي كذا نصيحة طبع الناس كده كده نصيحتك غير ملزمة وانت ممكن تتجاهلها وممكن ما تتجاهل لش انت ممكن تسمع مثل من غير ما تسمع مثل ممكن تسمع مثل من غير ما تعيش مثل يعني ممكن تسمع مثل وتحب حياتك ممكن تسمع مثل وتحب أبوك و أمك و الناس اللي حواليك مش هزي أن تبقى مجروح مش هزي أن تديني إيقحاء أن أنت شمام لمجرد أن أنت بتسمع مزيكة مزيكة حلو أنا بسمع مثل و بسمع عصام صاصر تفاهم؟ في نفس الوقت مش عامل كحر في نفس الوقت مش بنزل عقب كل أربعة والعائل دي أنت احتكدوا بيهم العائل تحكل سنتر دي أنا في ناس هتريلت بيهم قوي هو عايش أجنبي تفاهم؟ نحجب صابعك العلامات اللي هي بتاعت وارجدة تسمع راب ومتبقاش مجرم يعني الناس اللي بتغني راب هنا في مصر ويجز راجل محترم والدنيا إيه والدنيا حلوة عفروت ومروام ناس لطيفة كلها جدا مروام بابلو تحجب ماشاء الله قريب أخلاق الناس كلها كويسة يعني كل الرابرز هنا في مصر اشتر كويسين هناك بقى في أمريكا لو أنت محمود من شيكاغو نبتدي يقول بقى ويست كوست ويست كوست والكريبز والبيبز والنبز والتيبس والبيبز والشهر اللي أنت عايز تعيش في دا وإنت لو ععدت هناك بسحنتك من تنبتك دي هتموت بعدها بعشر دقائق أنت مش مش راجل عصابة أنت مش جانجستر أنت مواطن عادي جدا شغالك وضم كل سنتر تصادف نوع بيعرف الكلمة إنجليزية شكرا 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 في ناس بقى دول أنا بحتاج بيهم ده بيجيلي و أنا ماشي يبدو بسيس لي من باقيك كده أنا بجد عشان محدث شهرة ومش شهرة طيب أنا أما الناس بتبصلي اللي هو يلا العمي يا بحدي عمي يا بحدي شوني بالشارع يلا تعال حسسني إن أنا إنسان حسسني إن أنا مهم عشان تنبت أصحاب يعني ففي واحد يبصلي اللي هو بعدك يقولين انت كويس ياه إيه هو دي يا ابن ميتك وإيه لي انت كويس يا أنا محدش بيدحاكني عشان ريخي مواضح على وشك إن انت ريخي ويبقى معه واحد صاحبه جامد اللي هو ده يا ابن نكلمنا يا ابن نكلمنا يا ابن نكلم قدامك كامل يا شكرا من غيرك و أنا مكنش أكمل من غير دخلتك إنت المتبت علي دي أنا مكنش نقران بكرة كنت نقفل البرنامج و أصرح بها وبتاع إنت دخلتك دي خلتنا كامل يا جورج كردح يا ابن الأحر مش هبيه جورج كرداحي الراجل جورج كرداحي لعينه على راسنا قبل كده قالك يدينا حتة كده لا 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 دي ناس ريخي ما ببقى ناس ريخي ما قولي يا هدينا حتة إيه يعني قدر زغزغوا بكلهم الناس دي ما بتنزلش تجري عشان صحتها بتنزلش تجري عشان تثبت لأي حد شكك فيهم مين هيشكك فيك والجاريا هيفيد بإيه انت بتثبت بس ان انت مش قاعد بقى لأحد شكك ان انت قاعد انت خاصة أثبتتها مش قاعد ما بتثبتش نجاها تثبتش أي حاجة لعكس تثبت هروبك يعني تثبت انت بتجري كويس مش بتواجه حد الناس دي في أي قاعدة قم قصتك يعني أي قصة انت هتحكيها ثم هو أنت قلنا بالنسباله مطلع عارفوا المكالسوم لما الفرقة تدور كده بتتكلم كلها كله اللي مع حاجة يأزف وبع كده بعد كده تبتدي هي بقى تروح متكلمة يعني مثلا تيجي تقول قصة والله كنت ماشي في الشيخ زايد قابلت إجعانها أنا مبارح كنت في الشيخ زايد قصة بتديت من عنده خلاص ثم رجل اللي بيتكلم ده هو دفنه رمع عليه شواء الترابه ودفن هو أخذ الكيو منه آآ آآ خلاص خلاص الناس دي بتسيك تستمر من أي ابن منك يعني انت ممكن تلاقي في يوم بين صاحبتك بتون الجماعة ما عايش يا عايزين الجمع أنا عندي جود نيوز عايزة أقولها وبجد تاعم مش عارف ايه بتتلمينها انت فاهم كلها انت حامز جماعة كلبتي بلغت هذا موضوع ده استغربته قوي عشان ما بقدرتك عامل مع بناتك وكده عندهم بجاعد انت الشاب ممكن روصه تقطع مثلا وانزل من غيرها ما حدش ياخد باله لو لابص طاقية ومدرة زي بتاعتك دي ما حدش ياخد باله كلمتي بقى لغة انت بياركت اول دورة ليها وقسمه congratulations congratulations حد ما فى كتب congratulations ايو انا بعرفش و suspicious بقعفش كتب suspicious برضو و beautiful ما عرفش بقعفش كتبهم خالص مهي عاطي ما عاطي لو حد قابل ناس من ممكن نقول حاجة؟ عمرك كتبت كلمة غلط قوي إن قلت وكركت ورده مش عارفها ما عرفش عليها هو عاملة على إنها حاجة عاملة إنه على إني وقعت نكلم الإسعاف عاملة الإسعاف الزكية لما تقع فجأة وفي الآخر لو قابلت حدي من الناس دي وعندك أمثلة تانية أنا هتكلم عن الموضوع تاني يا ريت تبعتلي تقول لي قابلتهم مين ومين نوعية الناس وأنا هاخد فكرتك أنسيبها ليا وعملها أنا بشكل أحسن نصيحة اليوم الظروف صعبة على الناس كلها عيالات اللي عنده مقدرة إنه يساعد حد يساعده من غير طبعا ما يجرحه أو من غير ما يجي عليه وبلاش تشغيل دماغ على الغلابة بالله عليكم يعني أنت بتتهن وبيقولك هاتف فيسبوكك وإنستجرامك وكلوتك عشان تروح تسهر في حتة ولا عشان تخش تصيف في شط ولا عشان تعمل أي ابن مينكة بفلوس كتير وبتروح زي شطرموطة بتسمع الكلام وهتلبس أبيض حاضر هتلبس أحمر فأحمر حاضر هتلبس سبونجة بوب حاضر وبتخش عشان تنبسط وتصيف وتنبسط وبتدفع الفلوس ولا معنش مشكلة مع أي مع أي حاجة من المواضيع دي بس ما جيش بعدها تشغل دماغك على بتاعتين الشوكي وتشغل دماغك على بتاعت الخضار وتشغل دماغك على على السمول بيزنس ولا البراند اللبس اللي بيفتح ولا أي أن كان ولا إسلك يا بني بنيك بتبقاش معص أنا محمد عبد العاطي والده برنامج مع كامل احترامي